غارات أمريكية بريطانية على البر وهجمات حوثية في البحر مشهد يتكرر بصورة شبه يومية يقول الحوثيون إن محافظة الحديدة هي الأكثر تعرضاً للقصف من قبل قوات تحالف الإزدهار أحدث تلك الغارات استهدف منطقة راس عيسى بالصليف في البحر تريد أيضاً الأخبار عن بلاغات متكررة من السفن التجارية لتعرضها لهجمات أوقوع أحداث قريبة منها وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أكدت تلقيها في الساعات الأولى من يوم الاثنين بلاغاً عن حادثة جنوب غرب الصليف بالبحر الأحمر السفن التجارية هي الأخرى لم تعد في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن آمنة حيث تتلقت تحذيرات المستمرة للعبور بحذر فيما أغلبها غيرت مسارها عبر رأس الرجاء الصالح يتعقد المشهد في البحر الأحمر ويرتبط بالمتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بحسب ما يقول مراقبون وهو ما قد يجعله ياخذ بعداً أطول من المتوقع فيما آراء أخرى تنظر إلى أن عملية الرجع الأمريكية البريطانية للحوثيين لم تحقق نتائج حتى الآن لأسباب ترتبط بافتقار واشنطن ولندن للمعلومات الاستقباراتية المتعلقة بحملتها ضد الجماعة تقول صحيفة روسية إن الخبراء العسكريين الأمريكيين لم يكن لديهم علم بكل قدرات الحوثيين وهو ما كان قد أكده في وقت سابق مسؤولون أمريكيون بأن ضعف العمليات الاستقباراتية حالت دون تحقيق الحملة أهدافها في زمن قياسي واشنطن كانت قد أعلنت قبيل تنفيذ ضرباتها على مواقع حوثية أنها غارات خاطئة لتحييد القدرات العسكرية للجماعة إلا أنها تدخل شهرها الثالث دون أن تكشف عن حجم الضرر الذي ألحقته بالحوثيين ترجمة نانسي قنقر